موسيقى 3 ملاعق كبار تقالى لصفار ويضع تأخذ ملائق مليح ويكون الملاعق صغر مليح يكونو بومبي أول شيء فى هذه الوصفة نبدأ بالحليب خلال الحليب ثم نضيف سفار ويضع صفار ويضع سفار ويضع ثم نضيف تعالى لصفار قلنا اتنين ملاعق صغار مع مرين مليح ونخلطوهم مليح بارد في بارد بهم بعد هذك انشاء ما يدير النشطة كتولت لو كان ما نخلطوهم ش مليح باردين بعد هذك انشاء رح يخليناك عابر كي ما نقولو دوائر كتل نحطوهم فوق النار نشعلو عليهم ونبقا ونحركو في هذك الخالط ما نحيوش منو يدينا حتى يعقاد معانا كي نشوفوه اعقاد وتقريبا رح نطفيو عليه نزيدو عليه نسف ملعقة تع زبدة ونخلطو هذك الزبدة تعنا حتى ندوب وهكا يكون خالط تعنا وجد معانا نحيوها على جنب ونخليوه يبرد هاو القاوة متاعو نخليوه يبرد لانو نستعملوهم بعد في التحلية رح يكون بارد تماما ونروحو نشوفو المكونات تعال انباساتو اختعنا انا يا في هاد تحلية استعملت الفواجه قطعتهم وحطتهم في لزاسيات استعملت الايجاس واستعملت الخوخ واستعملت الكيوي والجينواز مفتتا قادرت استعملوه تاني المادلين ودرت هاد لاجولي بعد نحط لكم الرابط تحال بتاع الوصفة ووجي باش نسقيو بهدي كل شي نواز وعندنا الكريم باتيسيا اللي طيبتناها مع بعضانا اول حاجة في هاد الوصفة رح نبدأ ونحطوه لجولي كتبقة اولى انا هنا يا ملغيتش الكؤوس هدو كالنورمال مو يجوا بلاستيك تعال نديرو فيهم الامباسادر استعملت هاد الكيسام فقط نحطو تبقة من الجينواز نسقيو هذيك الجينواز بشي نزيدو عليها تبقة تعخوخ ونزيدو تبقة الكريم باتيسيا وهنا ينكونو كمنا الطبقة الاولى رح نعودو طبقة تانية لكن نعودوها بفاكهة اخرى حاطو تبقة من الجولي ونزيدو الجينواز ونسقيوها بهذا كيسام ونسقيوها بهذا كيسام ونزيدو تبقة من الكيوي ونزيدو تبقة من الكريم باتيسيا وهنا نكونو كمنا الطبقة الثانية ونروحو للتبقة الثالثة ونحطو العجولي ونزيدو عليه الجينواز ونزيدو عليه الايجاز سعنا قشرتو قطعتو ونزيدو عليه الكريم باتيسيا وهنا نكونو كملنا الكأس الاول هاوليك الشكل النهائي تاعو انا نكمل بقية الكؤوس نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله بعد ما كملت الكؤوس تاعي هنا اروح جبت كاس حليب بارد وكاس كرام شانتي طلعتها مع بعضهم وحطيتهم في اللابوش ونستعملهم كتزيين نهائي لهذا التحلية اللمسة هادي اختيارية الى ما عندكش الكرام شانتي ما تدريش نزيدو جبت حبيبات وحطيتهم فوق هذك التحلية تاعي هنا يحطووش عندكم في الدارس تعملو ان شاء الله الوصفة تاعيتنا لإحجابكم جيت بنينا بزاف واحد اللي بنا ما نحكي لكمش مزيج تاع الفواكه والاكرام باتيسيا والجينواز والاكرام شانتي بنينا غراف ان شاء الله تجربوها تنال اعجابكم وتخليوا لتعليقة تاعكم واللي صادف الفيديو تاعي ما يبخلش عليها ابقى اشتراك وتفعيل الجرس وان شاء الله الوصفة تاعي ينالوا اعجابكم وتعجبكم التاريقة تاعي وش هنقولكم نتلاقوه في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم هاوليك الشكل النهائي نخليكم مع هذ المنظر الجميل والبنين وان قولكم ما نتلاقوه في فيديو اخر سالين اشتركوا في القناة